موسيقى مساكم الله بالخير وحياكم الله مرة ثانية متابعين لعالي الكويت انا وسهلا فيكم اليوم ضيوفنا مميزين في برنامج لعالي الكويت وزارة الصحة عندهم كثير من المشاريع اللي تخدم المجال الطبي والصحي اللي منها توسعة مستشفى الرازي توسعة المستشفى الأميري توسعة المستشفى الفروانية وغيرها من المشاريع اللي جاري تنفيذه وراح نتسولف معاهم في هذه الأمور كلها اليوم ويانا ضيوفنا الله يحفظهم مساكم الله بالخير جميعا شلونكم طيبين إن شاء الله ساعة المباركة طبعا أول شيء رحب فيكم بعدين نمسي على أبو عبد الوهاب وزير الصحة مساكم الله بالخير أخونا أحمد طبعا العوضي احنا مساهلا فيك أبدي معاك باش مهندس وكيل مساعد طبعا في الشؤون الهندسية في وزارة الصحة عن أهمية المشاريع التابعة وزارة الصحة خصوصا اللي من ضمن خطة التنمية والأخوي بمشاري اليوم المشاريع هذه قاعد تاخذ عندنا حيز خطط كثيرة كانت مرسومة من فترة وإيه هي تعتبر خطة التنمية للدولة وهذه المشاريع نحطت لتماشي الزيادة العمرانية اللي موجودة عندنا في الدولة نعم وتماشي المناطق الجديدة الموجودة وتم الحرص أنها تكون على أعلى منظومة وتكون متماشية مع المعايير العالمية اللي عندنا حين اللي دائما يعني القطاع الطبي دائما متطور ونحن قاعد نشوف يعني التطور في العلاج يتطور فهذه اليوم المشاريع تحاكي هذا الواقع اللي حين وصلنا له نحطت الخطة من شمسنا من تنمية وفي مشاريع الحمد لله تم إنجازها عن طريق يعني وزارة الصحة وفي مشاريع الآن في مراحل التنفيذ الأخيرة وفي مشاريع في مراحل الاستلام الآن برافو شنو المشروع اللي تم استلامها الحين من الخطة التنمية استلمنا مشروع توسيعة مستشفى الرازي حلو اللي بواقع تقريبا 220 سرير واستلمنا أيضا مستشفى الأميري اللي بواقع تقريبا 435 سرير ما شاء الله وايضا استلمنا مستشفى الفروانية وهو يعتبر من أكبر مشاريعنا اللي هو تقريبا 955 سرير مستشفى متكامل هذا اللي تم الاستلام تم تشغيلهم كامل طبعا المشاريع هذه طابعها نسميه اللي هو التصميم والبناء والتجهيز والتأثيث والتشغيل فاليوم نتأخذ المستشفى التنكية على طول تكون خطة متماشية معانا خطة الوزارة اللي هي من الكادر الطبي يكون جاهز في الخدمات وعلى طول أول ما نخلص نسلم نبتدي مراحل التشغيل ونشتغل فهذه اللي شقلناهم الآن شقالين وحاليا عندنا الحين اليوم نتكلم عن استلام مشروع مستشفى العدان وهذا من المشاريع أهم نسميه المشاريع الكبيرة أننا العدان يعني هو تقريبا ستمية وشي سرير عبارة عن أبراج نسة وولادة وأطفال فكأن اليوم نحن فيه مستشفى ولادة ومستشفى أطفال دخلناها مع بعض ضلعنا مستشفى واحد وأيضا المستشفى هذا الولادة آسف مستشفى العدان موجود مع أيضا خدمات ثانية مساندة نحن قلنا أساس أن نرفع المنطقة هناك فكان فيه مركز علاج طبيعي متكامل هذا المرحلة الأولى فتتحنا مع الوزير دوه فتتح موجود بيانا في خطة الوزارة والمركز هذا يعني عبارة من أكبر مراكز العلاج الطبيعي لأن اليوم المركز هذا يعتبر أيضا يعتبر كأنه ثلاث مراكز مركز للنساء وللأطفال وللرجال مخصص فيه طبعا هو سرداب ودور وثلاث أدوار مخصص فيه العلاج المائي مخصص فيه المجم وعيادات وهذا كل خالص هذا دخل ومن مستشفى العدان هناك أيضا نخطة حين الاستلام قاعد نجهز حين الاستلام عندنا مبنى للمستودعات الطبية وأيضا راح نستلم بعد هناك عندنا مبنى إدارة وباركينغ سيارات 200 سرير يعني يوم آسف 200 سيارة اليوم المشكلة قاعد تصير عندنا السيارات والحركة داخل مستشفيات المواطنين الضائقون منها فالعدان يشتغل معنا عندنا للمشروع العود حطينا 2000 سيارة وحطينا باركينغ حق العلاج الطبيعي لانا قلتك عننا الآن 500 سيارة بروح مفصلة وحطينا 1000 سيارة تاعد المستشفى الحالي وهذا أيضا دخل الخدمة وعيد كباسيتي كبيرة ما شوال هذا بالنسبة للمستشفى العدان والحين إن شاء الله بعد أيضا على الخطة موجود ويانا مستشفى الأمراض السارية الآن في مراحل الاستلام لخيرة 95% إنجاز فهذا نحن في مراحل كويت لمكافحة السرطان ومشروع ومستشفى الصباح نسب إنجازهم واصلة 80% وايد زين فإن شاء الله عن الخطة اللي وراها قاعد تحرك بس هذه بو محمد أنت تقول نسبة الإنجاز 80% معناتها هذه الحين لا تزال مع وزارة لاش خالب بعدكم هذه مع وزارة صحة وزارة صحة مشاريع لنا تفضلت كلها مشاريع وزارة صحة لا اللي قلتها أدري وأيضا هذه مع وزارة صحة معنا السرطان معنا عندنا طاقة مهندسين في دارة المشاريع من وزارة صحة كلهم من عيالنا على قولات ومخواننا وخواتنا من كل الجامعات سواء من الكويت والأمبر الكويت هم اللي قاعدين يقومون في الإشراف على تنفيذ هذه المشاريع نعم فبس عشان ألخص كلامك مرة ثانية أنت وستلمتك وزارة الصحة توسعة مستشفى الرازي كم غرفة قلت لي توسعة الرازي 220 تقريبا 220 توسعة المستشفى الأميري الأميري 435 مستشفى الفروانية الفروانية 955 9 ما شاء الله وقلت لي عن العدان ما كثير العدان 635 السرير ومعه مشاريع الثانية اللي هو العلاج الطبيعي العلاج الطبيعي وأيضا أنا نسيت أذكر لك بعد العدان فيه ويا مبنى جراحة نعم 21 طرفة عمليات ما شاء الله هذا مساند للمستشفى العدان القديم لأن الأبراج اللي أنا تفضلت كلتها في الأول هذه أوردي فيها بعد أيضا 21 قفة عمليات بروحي فاليوم لما نزيد السعة نتحرك في منظومة أنه اليوم لما تزيد في المنشآت تقل الوقت الانتظار ولما أقول كان هذه مجهزة مجهزة كلها سواء حتى يمكن الناس إذا تشتكي في دور العمليات لأنه لا يوجد غرف مثلا العدان السابق كان فيه ثمان غرف عمليات فاليوم العمليات المجدولة تتأخر على طول فاليوم لديك 21 قرفة عمليات منفصلة حق جميع التخصصات من ثمان إلى 21 قرفة 21 قرفة متجهزة أعلى تجهيز وأحدث تجهيز وموزع على جميع التخصصات سواء جراحة والأعظام والأعيون كل التخصصات موجودة بمحمد هذا أونستريم شغالين كلهم هذه حين مرحلة الاستلام كان استلامها والبرج الكبير حق الأطفال والنساء والولادة أيضا داخل 22 قرفة عمليات عساس تخدم الأطفال والنساء والولادة تخدمهم بروحة طبعا متصل بعد في نفق وياه في نفق متصل في نفق تحت الأرض ممكن الناس لاحظة تحت شجارة هذا وين نفس المبنى المبنى البرج الكبير متصل في نفق مع قسم الجراحة بعد الثاني هذا سيرفس بس حكم أنتو هذا النفق نحن نسوينا قسمين قسم نسميه كلين وقسم ديرتي فهذا حق السيرفس كله يروحوا هذا وحق الجمهور نحن نتصلين وياهم في مواقف السيارات 2000 سيارة في جسرين ماشاء الله مدينة صارت مدينة العدان تعتبر مدينة العدان صحية ويد كبير وانا وصلت وانا ويد مستانس من سالفة المواقف لأن أكثر الشيكاوي قبل كنا نشوفها بالإعلام عن المواقف مالسيارات 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 مستشفى الولادة على بارك بعد قيل وانا العدان الولادة عندنا في مستشفى الولادة هذا يخص وزارة الأشغال نحن اليوم نشتغل مع وزارات الدولة فعندنا شغل مع وزارة الدولة يمكن نشرحها بعدين شوال طريقة يصير يا شغل مباشر اللي هو في مشاريعنا ونتحرك مع قطاعات الدولة أو نحن نعطيها المعطيات وإنها تسوي المشروع وترجع تسلمها لنا فاليوم نعم مستشفى الولادة مراحل استلام الأخيرة اليوم تمت مع وزارة الأشغال واستلمنا اليوم يمكن نحن مثلا في الأول استلمنا الهندسي وعساس تدري نشقل اليوم استلمنا لجهزة الطبية هي لستة لمعدات الجهزة الطبية فور استلامها اليوم نحن استلمناها معنا المفاتيح معنا الوزير نزل فريق من الهندسة الطبية حلوة السبعة وثلاثين مهندس نازلين اليوم من اليوم وعندهم خلال ممكن ثلاثة يام أسبوع هذي يكون استلام كلي ونبتدي المرحلة الأولى اللي يسمونها للتجهيز للتشغيل هذا المستشفى أمس بالدوانية قاعد نسولف عنه الناس من كثر حجمه وضخامته يعني قاعد يقولون هذا متب يخلص ولا أنت الآن قاعد تعلن الآن إحنا استلمناك وزارة صحة نعم استفسار الكباسيتي ما لنته شكثر شكثر يعني كم قرفة في سبعمية وعشرة تقريبا سبعمية وعشرة سبعمية وعشرة يعني هذا راح يكفي ووفي راح يكفي ووفي عدل إيه غطي واي مشكور بمحمد دكتور عبد الله معهد الكويت للاختصاصات الطبية يتخطى المفهوم التقليدي للصروح التدريبية الطبية علشان يكون منارة طبية أصرية وهذا المعهد لدور كبير نبي نعرف الدور اللي تقومون فيه بسم الله الرحمن الرحيم مساءكم الله بالخير بك الله بالخير المعهد الكويت تقصصات طبية نحن نسميه الذراع الأكاديمي حق وزارة الصحة اليوم عندنا في دراسات أي طالب يريد أن يخلص ثانوية يذهب للجامعة بعد الجامعة يصبح طبيب بعد ما يصبح طبيب يريد أن يكمل تخصصاته يريد أن يصبح جراح يريد أن يصبح مختبر تخدير أطفال يجب أن يدعي برامج الدراسات المعهد أنشأ في مرسوم أميري في سنة 1984 بعهد المغفور للشيخ جابر الأحمد أساس أنه يتكفل في جميع الأطباء أطباء بشري والأسنان يشمل عندهم سنوات التدريب بعد التخرج سنة الامتياز وبعدها البرامج التدريبية سواء محلية أو ابتعاث اليوم هذا المعهد مثل ما تفضلت قل يقول لك اليوم ما في طبيب عندنا في وزارة الصحة طبيب كويتي الأمامر على المعهد سواء كان تدرب فيه خريج البورد نفسه أو كان مدرب في البورد عندنا المعهد يشمل في كثير من كليات جميع التخصصات تغريبا كلينيكية الموجودة معانا عندنا حول تغريب 1700 مدرب طبيب وطبيبة سواء في البشرة والأسنان وأغلب قياديننا وخريجيننا يعني حين أنا أضرب المثال وزير الصحة دكتور أحمد مسيئ بالخير هو خريج البورد الأطفال من البورد الكويتي اليوم عندك أنت كل غياداتك الموجودة الشقالة معه اليوم دائما الهدف مثل ما تفضل المهندس هذه المشاريع من يشغلها صحيح اليوم أنت هذا المصنع الموجود عندك ولازم نضمن ونركز على كلمة جودة المخرجات وهذه شغلة أساسية نتبعها اليوم لنبنها يمن المستفيد كلنا مستفيدين صحيح نحن اليوم متقدمين خدمة باشا راح نمرض وهلنا وعيالنا يكون موجودة معهم فوجود المعهد هو الصرح الأكاديمي حق الدراسات الطبية والتخصصات العليا ويشمل ويشمل وليس دراسة البورد نفسها اليوم عندنا نشمل ترقيات الأطبة تعليم الطبي المستمر اليوم تاني دكتور خلاص طاري خمس عشر سنوات لازم أنا أكمل وأشوف أبديت شون الموجود والتغيير اللي صار معان نحن بخلال فتراتنا عشرين سنة اللي فاتت في شغلات درسنا كانت أساسية الآن صارت مؤساسية وتغيرت المفاهيم فيها فاليوم نحن هذا بشكل مختصر أنه اليوم هذا دور المعهد كدراسات علية الناس كلما تعرف أنه طبيب بس ما يدون أنه الطبيب يتفرع فيه ويد من التخصصات على فكرة أنا ويد سعيد أني شفت دكتور محمد العازمي وإياكم برا قاد معاكم وإن أن دكتور هو ماسك منصب مدير العلاقات العام والإعلام على الغل يعني عرف شنون دخلنا على وزارة خصوصية فبالتالي لما تيب دكتور وتمسك هذا المنصب هو فاهم أنتم شتيرون وتابون فما تحتاج تشرح له الحاجة في هذا الأمر فأنا بس أسلم عليه لأنه وراء الكواليس قاعد يطالعنا بره خير هو من المضمن البورد كله أنا أقول كل يوم أي طبيب ستسأل إذا ما كان متدرب مدرب لا علاقة بالمحد صحي دكتور ميثم شونك سلمك شو الأخبار ترى بالبدل غير أشكالكم شايفهم بالبدل قول وإنه طلع منه بالبدل غير بس محمد ملابس قابلين قبل خمس سنين شفتوا مبطي دكتور ميثم مدير إدارة تخطيط التنمية الصحية في وزارة الصحة يعني دوركم أحد الأدوار التي تقومون فيها تتابعون المشاريع والخطط والبرامج شلون يتم اختيار المشاريع في وزارة الصحة شون تقررون أن هالمشروع والله نحن محتاجين هالمشروع محتاج توسعة هالمشروع محتاج كذا شون تقيمون هالموضوع يعطيكم العافية ومساكم الله بالخير ومشكورين جدا عن الاستضافة ويعني أنا قاعد بين أخواني وزملائي الأخوان سواء في القطاع الهندسي أو في قطاع التدريب أو في القطاعات الأخرى القطاعات الفنية في شغلهم اليومي التشغيلي يمكن ينغمسون وايد مع المريض مع العمليات مع التدريب مع التشغيل دور قطاع التخطيط أن يسوي زوم آت ويشوف النظرة الشاملة نحن في وزارة الصحة جزء من كيان الدولة الدولة لها رؤية وضعها المغفور له الشيخ صباح الأحمد الكويت الجديدة عشرين خمسة وثلاثين هذه الرؤية لها مرتكزات أساسية من هذه المرتكزات رعاية صحية عالية الجودة كل كلمة من هالكلمات لها معنى تنفيذي رعاية صحية معناتها وجود منشأة عالية الجودة بتقنيات عالية الناس وايد تتساءل حق منهم يسويون هالمباني الضخمة ليش مباني ضخمة المباني السابقة ما تكفي لا في فلسفة للمبنى أول كانت الأمراض المنتشرة في الأربعينات والخمسينات هي أمراض معدية وبالتالي تقدر تخلي ثلاث أربع مرضى مصابين بنفس المرض المعدي في غرفة وحدة اليوم لا صارت أمراض مزمنة صار في عندي كبير في السن صار عندي طفل حتى فلسفة المنشأة اختلفت صارت نحتاج إلى غرف خاصة تكون المشاريع اللي نركز عليها في إدارة التخطيط هي اللي تخدم رؤية الكويت عشرين خمسة وثلاثين لما نقول عشرين خمسة وثلاثين الرؤية بدأت في عشرين عشرة وبالتالي هناك خمس خطط خمسية مدتها خمس سنوات هالخمس سنوات نسميها الخطط متوسطة الأمد فيها مجموعة من المشاريع أول عشر سنوات من الخطة الإنمائية كان التركيز أن نقوّل بنية تحتية للنظام الصحي عن طريق يا أما توسعة للمباني الموجودة سواء كانت الأميري أو الفروانية أو العدان لأنها تغطي يعني بطر معين من السكان أو إنشاء مباني جديدة لأن حتى فلسفة العلاج فيها اختلفت على سبيل المثال مركز الكويت لمكافحة السرطان الحالي هو عبارة عن مجموعة من المباني فلسفتها مختلفة مبنى مركز حسين مكي جمعة للجراحات مبنى الشيخة بدرية للعلاج الكيماوي مبنى آخر لعلاج الإشعاعي اليوم مريض السرطان يحتاج إلى علاج تكاملي وبالتالي المبنى الجديد يقتل هذه الفروقات الموجودة في كل هالمبنى يصير في تحت مبنى مظلة وحدة فيها كل خدمات السرطان الجراحية والباطنية والإشعاعية وغيرها هذا جزء من المشاريع الجزء الآخر نسميه مشاريع تطويرية من المشاريع التطويرية ويمكن صار اليوم في لقاءات مع برنامج صباح الخيري كويت ومساء الخيري كويت برنامج المدن الصحية إحنا دورنا كوزارة صحة مو بس نهتم بالمرض إحنا اسمنا وزارة صحة وبالتالي هذا التاج اللي على رؤوس الأصحاء لا يراه إلا المرضى نبي نروي الناس مبادرة المدن الصحية على سبيل المثال تحول المناطق السكنية إلى أماكن معززة للصحة بحيث أن يقدر واحد يلاقي فيها مكان يمشي فيه مساحات خضراء جودة الهواء فيها عالية المدارس اللي فيها تحفز النشاط البدني والمقاصف اللي فيها فيها أكل صحي لأن مشكلتنا اليوم هي الأمراض المزمنة السمنة السكر الضغط الأمراض القلب الجلطات الدماغية هذه تحتاج إلى مشاريع مثل هذه المشاريع نسميها مشاريع تطويرية كيف نختارها حسب الدراسات الموجودة حسب الحاجة الموجودة نأقد ورش عمل مع جميع قطاعات الوزارة يعني خلال الأشهر السابقة صار في ورشتين عمل ثم تعرض هذه المشاريع على الأمان العام من المجلس الأعلى للتخطيط هناك عندهم هيئة محكمة من بقية وزارات الدولة ومن المجتمع المدني نعرض عليهم المشاريع اللي بنسويها ويبدون رأيهم بالموافقة أو مزيد من الدراسة إلى آخرية في النهاية هذه المشاريع لازم تخدم المواطن الكويتي على الأمان العيد هناك مجموعة أخرى من المشاريع هي قصيرة المدى اللي هي ممكن تحقيقها خلال 100 يوم خلال سنة خلال فترة عمر الحكومة نسميها مشاريع برنامج عمل الحكومة اللي تلامس المواطن بصورة مباشرة المشاريع التنموية غالباً تاخذ وقت عشان تبني مبنى مثل مركز الكويت للسرطان ياخذ لعشر سنين فيمكن ما تلحق عليه ولكن المشاريع الأخرى تلامس المواطن المشاريع النوع الأخير هي مشاريع تطوير داخل النظام الصحي تطوير شبكة الإنترنت الشبكات بنية تحتية بنية تحتية للوزارة هذه تصير من الخطة التشغيلية دكتور عبدالله من شوي يعني أنت قلت أن كونك مراقب مكتب دراسات العليا في معهد الكويت لاختصاصات طبية وأنتو حريصين أن توفرون برامج تدريبية صحي ودي تعطيني نبضة شوي اليوم البرامج نسمعها ويتشوف ويتدكاترا كاتب البورد شنو هو البورد؟ البورد هو عبارة عن برنامج تدريبي مدتها خمس سنوات مشمول في دورات مخصص روتايشن وفي شغلة أسكن واضحة إحنا اليوم دراستنا عملية وليست نظرية يعني إحنا اليوم غير الطلب قائمارس مهامة حالة حالة أي دكتور فينا بس أن يكون عليه سبرفجن في مراقبة في مساعدة ويتغير النستواء يعني أنا عندي دكتور بالسنة الأولى غير دكتور بالسنة الخامسة سنة الخامسة بكلها شم شهر ويتخرج ويصير حالة من حالي ورح يأخذ غفارة بروحها مع وجود المسميات في الوزارة عندنا إحنا حين في البوردات عندنا واحد ثلاثين برنامج شاملة جميع تخصات من التخصات الجراحية عندنا جراحة عامة جراحة التجميل جراحة أنف وأذن جراحة مخ جراحة أظام مسالك بولية نساء ولادة تخدير مختبرات كل أنواعها مختبرات سواء البيكوميستري الأطفال باطنة أعصاب كل التخصات أضف إليها برامج الأسنان التخصية طب الأسنان العام طب الأسنان للأطفال طب أسنان العصب التغويم وتونح إن شاء الله رح نبلش في شهر عشرة واحد عشرة القادم رح يكون عندنا برنامج اللثة والتركيبات هذا البرامج الخمس سنوات وفوقها عندنا شيء ما بعد الخمس سنوات اللي نسميها الزمالة اللي هو التخصص الدقيق عندنا هم من سبع برامج تخصص دقيق زمالة منها جراحة السمنة أمراض الغلبي الكبار أمراض الكلة أمراض المناعة والحساسية أمراض الكلة أمراض الدم وأمراض الكيماوي وأنكولوجي فهذه البرامج كلها الحين اليوم إحنا بدأنا كان أول ما بدأ المحهد كان أبدا من عشر برامج الدورة المستندية حسنا البرامج هذه تمر في جودة واعتراف والدور دورة مستندية كاملة اليوم قاعدنا نحاول أن نخلق برامج جديدة المخرجات مات للبرامج هذه على طول تطلع على السوق العمل الموجودة اليوم عندنا مثل ما في ناس موجودة الكويت في ناس قاعدت بتعث بره اليوم خلط الخبرات اللي موجودة يعني إحنا اليوم والشغلة المهمة الأساسية اللي عندنا بالمحهد إحنا المحهد حاصل على الاعتماد والاعتراف الأكاديمي من الكلية الملكية للجراحين الكندية أخذناها في سنة 2017 شنو أضافت لنا برامج تدريبية في المعهد اليوم قاعد نطبق معايير الجودة التغاييم اللي قاعد تسوه اليوم ما قاعد نسويها اليوم من عندنا كل واحد يقول من عنده اليوم هذه نظام عالمي محكم اليوم إحنا كدولة دولة الكويت إحنا من الأوائل في العالم اللي أخذنا الاعتماد هذا من 2017 وتم تجديده من 2020 والعمل جاري على التجديد في برامج عندنا خذة الاعتماد الأكاديمي مثل برامج الأطفال الهيستو بوثولوجي اللي هو أمراض تشريح وبرامج أساسيات مبادئ أساسيات الجراحة وهما في برامج إن شاء الله هالسنة يعني هما داشة بتقدم على تأخذ الاعتماد ميزة هالكلمة اليوم حين دايما نسمعها نوائد نقول هالكلمة تسمع كلمة الآيزو والجهاز والجهاز إنه في نسبة الخل الأقل اليوم الهدف من هذا كله وجود مخرجات مخرجات عالية الجودة تكون موجودة والنهاية تقدم سلامة المرضى بالأخير نعطيكم بريك شوية بس أحبت أقول لكم رؤية وزارة الصحة متوافقة مع الهداف العالمية الشاملة للتنمية خصوصها تتمثل ركن مهم من أركان رؤية الكويت الجديدة طبعا تحمل برامج مشروعات استراتيجية مصممة لتحقيق أكبر أثر تنموي نحو بلوغ تلك الرؤية خلكم ويانا لنشوف تقرير يتكلم عن إنجازات وزارة الصحة ونرجع لكم في الآل الكويت مع ضيوفنا خلكم معنا بس لكم الله بالخير متابعين أبو محمد مهندس إبراهيم في وزارة الصحة أنتوا حريصين على التنسيق من شوي قاعد قول لي بعد شوي بقول لك على التنسيق مع الجهات الحكومية قطاعات الوزارة مراحل تنفيذ تنشغيل المنشيات التنسيق هذا شلون يصير وشنو آخر مشاريع اللي قاعدة تنفذ مشاريع اليوم التنسيق أنا مثل ما قلت لك يصير على الشقين الشق الأول المشاريع اللي هي عندنا دائما ننسق مع الجهات الحكومية في الأول كان يكون كتابنا وكتابكم اليوم لا صارحنا اليوم نقعد معهم مثال نقعد اليوم مع السادة أخواننا في قوة الطفاء والشكر لهم على تعاونهم لأننا تدري المشاريع عندنا فيها كود مطافي موجود نقعد مع أخواننا في البيئة فعندنا في كود البيئة فصار نقعد يوهم على الطاولة ويشاركوننا في وضع المعايير اللي تطابق العالمية واللي تطابق المشاريع وأيضا وزارة الكهرباء هذه وزارة دولة للحكومية نحن معهم والشق الثاني اليوم نحن نعطي معطيات اليوم قاعد نشتغل مع مثلا اللي قلنا اليوم بسرعة الولادة استلمنا من أخواننا في وزارة الأشغال وأيضا الآن نشتغل مع المؤسسة العامة الرعاية السكنية اليوم مثل مدينة مثل المطلاع هناك فيها مستوصفات تم تخصيص يعني أراضي لنا تقريبا يمكن 12 أرض اليوم هناك استلمنا مركزين هذه نحن نقعد مع المؤسسة ونحط المعايير ونحط التصاميم معهم ويبتدوهم التنفيذ ويسلموننا فاستلمنا منهم مركز وانتا حين قلت لليا بعد خلال نعطيك عندنا مركز استلمنا N11 عندنا N10 الآن وصار لنا حين سبوعين قاعد نجهز للتشغيل رح يدخل إن شاء الله خلال السبوعين القادمين N10 سؤال عابر سريع رح يكون في مستشفى في المطلع في المطلع نعم استلمنا أرض من المؤسسة وعساس الأرض تقريبا 200 ألف متر ماشاء الله استلمناها هذا ماشاء الله وسطة كبيرة 200 ألف متر يا الله تلزق عندنا أيضا هذه مع المؤسسة وأيضا عندنا استلمنا منهم أرض ثانية في الجنوب مدينة صباح الحمد هناك رسول الحمد أيضا عندنا أرض ثانية 200 ألف وأيضا هناك هناك محتاجين ثاني فمغطين فهذه الشغلة يكون مع الهيئات الحكومية الثانية هذه رح نشوف مثل مدينة صباح الحمد لأن الجنوب فعلا محتاج إذا سروح طبية تم عمل تخطيط تم عمل شروط مرجعية لمكاتب هندسية عن طريق وزارة الصحة وسلمناها حين وزارة الأشغال على أساس أنها ستقوم فيها طبعا هي مدينة صحية مستشفى بواقع 500 سرير مع ملحقات أيضا مركز علاج طبيعي ومركز أسنان منفصل ومع مباني للتمريض طبعا هناك لمنطقة بعيدة فلازم في هذه المرة نسكن المرضات يكون هناك موجود هذا كل ما سنسلمنا مع تنسيقنا مع وزارة الأشغال وايد ممتاز دكتور عبدالله بسألك عن التحديات التي تسعون حكو أنكم تخطونها مساعة قاعد تسولوا عن وايد شغلات وبرامج وماشاء الله بس لازم فيه تعديات والله يشوف أنا أول بس قبل الله أبدو هالكلمة اليوم أبي أشكر اليوم أنا الكلام قلنا نتكلم فيه مجموعة كبيرة من الأطباء اليوم نمثلهم ونتكلم قلت لك أنا مكفحول 1700 طبيب عندنا ماشاء الله كليات كثيرة أبرز تحديات واجهتنا كانت لعداد ومشاري اليوم الكلي بصير يريد تخصص صح العالم كل عقب أزمة كوفيد تغير اليوم صعوبة حصول تخصص الطبية أن يتخصص الطبيب المقاعد محدودة لأن اليوم قلت لك فيها منطلبات أن تكون موجودة أساس أنا هي مقاعد محاضرة هو مستشفى خفارة مختبر قاعد يمارس فكان أكبر عدد كان يواجهنا كان لعداد في زيادة بالطلب والمقاعد محدودة صحيح اليوم مجلس الأمنا برعاية معاني وزير الصحة والوكيل والأمن العام العام طرروا وسووا في زيادة حق المدربين كمكافأة فقدرنا نزيد العدد إلى الدبل تغريبا ماشاء الله كنا نقبل 200 مع وجود ضبط جودة المخرجات أنها زند الامتحانات عليهم يعني اليوم أنا بدأت بس أنا أبي كديقري معين أبي ستاندرد يكون موجود معي فاليوم هذي وكانت واحدة من الشغلات وكنا دايما نقولها وما زلنا حتى اليوم سمقا نتكلم عنها يقولك زيد واحد اثنين ثلاثة يعني دخل مني يعني يطلهم عيالنا وإخواننا وهلنا تقولها الكلمة اللي دائما نقولها أنت اليوم عندك بوردنج بدش طيارة وعندك بدش بتدفع أكثر طيارة تركبك ما تركبك في سيفتي مالك كرسي ما تركب في سيفتي اليوم معاك أنا اليوم عندي عدد معين محدود أقدر أتصرف عليه فهذا اليوم اللي قعدنا كمنظومة وكمجموعة ومجلس أمنة وتعاون البرامج معانا أن تكون موجودة فهذا كان أبرز شيء معانا وأضف إليه طبعا أننا قامنا نحاول نواكب الشغلات الجديدة سواء من نظام المحاكات اليوم التدريب صار مو بس على المريض صار يدخل على الأجهزة ما أجهزة فاليوم في محاولات وأن نكون عن طريق مجلس الأمنة والوزارة تكون معانا تدعمنا أن ندخل هذا النظام نظام المحاكات نظام الذكاء الاصطناعي هذه الشغلات تكون موجودة أساس تعوض أن اليوم مو بس كله يصر بس بالمستشفى حتى أني أقدر أدخل معاه بالطريقة هذه آخر سؤال دكتور ميثم دكتور ميثم عندي أنا بس سألة عن مستقبل النظام الصحي مستقبل النظام الصحي هذا الجزء الثاني من اسم الإدارة نحن قلنا مستقبل نظام كحب ومحمد بعد صحب بعد صحب بعد صحب كلهم يبي لغرب صحب هذا يأخذنا حق الشق الثاني من اسم الإدارة نحن اسمنا إدارة التخطيط حق المشاريع الموجودة بس فيه شق ثاني هو التنمية الصحية التنمية الصحية هو الشق اللي يهتم أن المهندس إبراهيم ما يأخذ كل المشاريع ويمشي كله إنشاءات ولا الدكتور عبدالله يأخذ الجانب تطوير العنصر البشري نحن عندنا المنظومة الصحية قائمة على سبع هذه الأعمدة كل عمود لازم يصير فيه مجموعة من المشاريع التنمية معناتها إن الوزارة تحرص على إن في السبع أعمدة من ناحية الحوكمة والقوانين والتشريعات تكون متطورة عندنا قانون مزاولة المهنة أقر في سنة 2020 هاي حوكمة للنظام الصحي لأنه مع التطور لازم يصير فيه تشريعات تحاكي هذا الموضوع قضية الأدوية والأجهزة الطبية واستهدامها وحوكمتها هذا أمر آخر المعلومات الصحية الموجودة المريض ينتقل من القطاع الخاص إلى القطاع الحكومي المستقبل 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 أن نحول وهذا رح يكون نجاح كبير للنظام الصحي وللدولة أن نحول المواطن من مستفيد من الرعاية الصحية إلى شريك في الرعاية الصحية يكون هو المسؤول الأول عن صحته وإحنا نساعده وشركاء معاه في الوصول إلى هذه الغاية سواء كانت تأهيل أو علاج بأقل الأضرار الأمر الآخر الكويت ولله الحمد ولله الحمد ألف مرة الحمد لله نحن عندنا من أعلى معدلات العمر يصل عمر الفرد عندنا سواء رجل أو امرأة إلى عمر 79.3 وهو الأعلى خليجية أنا شوفك قاعد طالع كابتن فوزي بره وتشيك عليه قاعد تفحص العمر زين ولكن وين المشكلة التحدي الكبير في المستقبل أنه صحيح أن المواطن عندنا ولله الحمد والمنة والعمر كله بيد الله يصل إلى 79.3 سنة ولكن آخر عشر سنوات من عمره آخر اثناء سنة عنده أمراض مزمنة النظام الصحي في المستقبل لازم يقلل هالفجوة بحيث أنه يعيش عمر أطول بدون أمراض بأمراض أقل بمضاعفات أقل بحيث أنه 79.3 هذه هم ترتفع وهم تكون خالية من الأمراض بحيث مواطن ينبني صح و صغير صحيح حيث أنه يوصل لعمر كبير يكون أمراض أقل وما عنده مشاكل صحيح أنا ما دل أي ديرة والله بالعالم عنده وزارة الصحة اللي عندهم ما فيها لها مستشفيات قالوا بس شغلهم أنه يمسكون رعاية صحية إرشادات وتوعية وبرامج توعوية من العمار صغيرة لدرجة أن يقول نجاح وزارة الصحة يصير أنه ما عندك مرضى صحيح وهذا الهدف مثل ما قلت إحنا اسمنا وزارة صحة وبالتالي لازم نهتم بالأصحة أيضا ونعزز برامج الصحة سأل الله يوفقكم إن شاء الله لنلقاءات ثانية لأن مشاريعكم وايد كثيرة والإنجازات والطريج جمالكم قاعد يمشي بسرعة كبيرة وأنا وايد مستانة الصراحة بكتور عبدالله مشكور الله أحب بكتور ميثم ومحمد سعى المباركة اللي سمعنا طيبة من طرفكم إن شاء الله تولي مشكورين على الاستضافة ونشكر سادة الجمهور في عندنا تغرير اليوم طبعا في عندنا بعد شوي ما عاد الوصول إلى العالمية عملية صعبة على أبناء الكويت مثل ما كان الحال قبل قرن من الزمان مع العلم والتطور والتكنولوجيا طبعا وصلوا بطموحهم للعالمية راح نشوف في التغرير يتكلم عن كويتيين وصلوا للعالمية في كل التخصصات ونرجع لكم في لالي الكويت ونذكركم اللي يحب يشاركوا إيانا عن الهاشتاغ اللي هو لالي أندرسكور الكويت خلكم معنا